ومن بغداد وعبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا جاسم حنون الكاتب والمحلل السياسي العراقي سيد جاسم برأيك ما هو السبب الرئيسي لتعطيل تشكيل الكتلة الأكبر حتى الآن وهل يشكل الكرد فيها الكتلة الحرجة شكرا جزيلا طبعا لحد هذه اللحظة لم يعلن عن الكتلة الأكبر عددا وفق ما رص عليه دستور العراق التي تذهب إلى البرلمان بمصادقة من الفوضية العليا المستقلة الانتخابات التي تكلف لها مهام رئاسة الوزراء ومن ثم تجمع على اختيار رئيس البرلمان ومن ثم تصوت على رئيس الجمهورية حالة الحراك السياسي حالة التشضي في الميدان السياسي العراقي أنا باعتقادي حالة دون أن يذهب الجميع متفق على هذا المبدأ وهنا يعني تعاد الجنب في المكون الشيعي الذي هو ثلاثة دورات انتخابية يذهب باسم التحالف الوطني ويختار شخصية ومن ثم يستقطب الجانب الكردي وأيضا المكون السني في العراق أما الأهمية القصوى التي تعطى إلى أو الكبرى التي تعطت إلى الجانب الكردي هي ليست بالضرورة أن تكون عامل ضغط بل هي عامل مرونة لديهم لأنهم يطلبون بعض القضايا المتعلقة بمصير الدولة وليس بمصير الشخصيات التي سوف تذهب إلى رئاسة الجمهورية أو الوزارات السيادية التي دائما تعطى لهم في تلك الأماكن يريد أن يوم العودة مرة أخرى إلى كاركوك أيضا المناطق المتنازع عليها التي عددها 42 منطقة وكذلك المنافذ الحدودي إضافة إلى المتعلقات المالية في الفترة السابقة هم يميلون إلى كفة التحالف الأضعف في داخل الجنب الشيعية الذي هو يعاد اليوم مؤثر في الشارع ويملك القرار العسكري بإعطاءهم مثل هذه الوعود لكن حقيقة الجو العام في هذا الإطار السياسي قد لا يميل مع مطالب الكرد وتعلمنا سابقا بكل المراحل السابقة يكونون في سقف مطالب عالي لكنهم يقبلون بأنصافهم حينما يتحدث حيدر العبادي بأن مطالب الأكراد قابلة للتفاوض هل يعني بذلك أن مازال هناك جولة طويلة من المفاوضات أم أنها قابلة للتنفيذ؟ سيدتي اليوم هناك معسكرين في العراق يجب أن لا يخفى على أحد يعني المعسكر الأمريكي الضاغط يعني متمثل بأن يجمع الكل في بودقة واحدة ومتمثل الجانب الكرد يميل إلى الجنب الأمريكي عدا جماعة الاتحاد المتمثلة وهي اليوم التي تحصل على الأغلبية بكثر من 28 مقعد وكذلك الجماعات الإسلامية في داخل السليمانية من كان متحكما في السابق في الكرد هم الحزب الديمقراطي بزعامة السيد مسعود البرازاني الذي كان يتفاوض دائما مع الرئاسات لكسب الكثير من التنازلات من قبل الجانب الشيح هذا اليوم الجانب هو ضعيف لكنه يرغب بأن ينضم مع اتلاف العباد الذي هو يدفع باتجاه أن يكون العراق بسياسات غربية بعيدة عن التجاذبات الإقليمية عن دول الجوار وتعديدا يعني إيران هلاليا لكن هذا الأمر لن يحصل القوة الضاغطة في العراقية المؤثرة كثيرا ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها لأنها تحمل الكثير من القضايا التي يمكن أن تربك المشهد السياسي أكثر ولا يمكن لأحد أن يتوقع ماذا ستقول إليه الأمور وكيف سيكون شكل الحكومة السابقة أو البرلمان وإن شكلت أو من عدمها لكن حقيقة مخاص صعب لأول مرة يعني في تاريخ العراق بدورته الرابعة منذ انطلاق العملية السياسية بعام 2003 وتحديدا أول برلمان في عام 2005 أنا باعتقادي هذه ستغير كثيرا من الشكل العام إلى السياسة وسترحل الكثير من القوى السياسية في داخل العراق لأنها لا تستطيع أن تقدم شيئا لا للجمهور ولا على مستوى الوطن كل التنازلات على مستوى الجغرافية العراقية على مستوى الأجندات الخارجية على مستوى أرضاء الغير على حساب المواطن العراقي أنا باعتقاد العراق مليء بالمشكلات وتحديدا التظاهرات وكل ما يتعلق بهذا الأمر القوى السياسية في العراق أنا باعتقادي منقسمة على ذاتها وليس لديها القرار المؤثر الخارجي سيكون هو اللاعب الأساسي نعم إذن سيد جاسم حنون الكاتب المحلي السياسي العراقي شكرا جزيلا بك اشتركوا في القناة شكرا جزيلا بك